مجزو الأنباء من أونلايف أهلا بكم أعلنت لجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين فوز الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة بمنصب النقيب وحصل السلامة على أصوات 2457 من الصحفيين مقابلة نحو 1890 صوت لمنافس النقيب السابق يحيى قلاش تستطيف جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا رباعيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود تسوية الأزمة وسيشارك في الاجتماع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيت ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغرني ومبعوث الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا مارتين كوبلر وإلى الأراضي المحتلة حيث سشد الليلة فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب القريب من مدينة الخليل وأوضح مصدر فلسطيني أن الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاما سشد عقب مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت النار على فلسطينيين بمدخل المخيم وهو ما أسفر أيضا عن إصابة شخص آخر كلف العاهل المغربي محمد السادس سعد الدين العثماني عضو حزب العدلة وتنمية بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لعبد إله بن كيران يأتي تعيين العثماني رئيسا للوزراء بعد إعفاء بن كيران من منصبه قبل يومين بسبب ما وصفه العاهل المغربي بحالة الأمود بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة والتي استمرت خمسة أشهر تعحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم حلف الناتو إذا التزمت الدول الأعضاء بحصصها المالية وفي مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بالبيت الأبيض أكد ترامب حرص واشنطن على تعزيز التعاون مع ألمانيا في مواجهة الإرهاب من جانبها أكدت ميركل اتفاقها مع ترامب على إيجاد حلول سياسية للأزمات في ليبيا وسوريا وأوكرانيا مشاهدين نهاية المغاز نلقاكم على رأس الساعة